لم تخرج كلمة السر الحكومية من اجتماع تكتل التغيير والإصلاح وذلك بعد أعلان رئيسه النائب ميشيل عون أن حسن قرار حضور جلسة مجلس الوزراء مؤجل حتى ظهر الأربعاء لحد هلا ما أررنا إذا منشتري بكرة أولاء بكرة بيطلع الأرار بعد الغدا لأنه الأسلوب التعاطي معنا ما أنه أسلوب صحيح هلا كيف منصرف شو التكتيكات طبعنا ما رح يحذرون كل مرة بنعمل المفاجأة صغيرة وحلوة نحن بكرة منحدد إذا ما نروح على الوزارة أولى استقلت الحكومة لا تعني استخلالة الوزراء من الممارسة قبل لغاية تشكيل الحكومة الثانية الحكومة ما فيها تكمل هيك ما عم حق اللي عم بيقولولو استقيلو أنا وقت اللي بيجي بستقيل لمصلحة شخصية ساعتها الشعب لازم يرزلني بس أنا عم بستقيل لمواضيع معينة عون شن هجوما عنيفا على من يعطل العمل الحكومي محذرا من مغبة التلاعب بوزاراته ورأى أنه إذا كسرت الجرة مع عين التيني فأن ذلك يكون بسبب الطرف الآخر لا بسببه وقت اللي بيكون عاملين مشاريع تنموية لا على صعيد المجتمع اللبناني ما حدا له حق يشاريعنا بوزاراتنا لأن نسلم حكم البلد إلى ناس هن ما عندهم صفات تمثيلية وما قلهم صلاحية هالتنازل هيدا ما راح يصير لحدا ونحن على رواء مدام القصة هل قد فالتي ساعة البدنة من فوز ساعة البدنة منطلع رئيس تكتل التغيير والإصلاح نفى وجود وساطة يقوم بها النائب سليمان فرنجي بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة ولفت من جهة أخرى إلى أن الوقت ليس مناسبا لبحث موضوع السلاح ترجمة نانسي قنقر